كمانا على صورت اللي هو الهيب صورت الهيب صورت الفكرة تاعته ممكن تكون مألوفة الهيب صورت فكرته بكل بساطة انه نمسك الداتا الموجودة اللي هي تكون بأريعة و بلست ندخلها بالهيب و ندخل دخلها بالمينموم لما ندخل بالمينموم اكيد المينموم إلمنت رح يكون عند اللي هو الروت للتري نضع المين الموجود دليت و نضعه بعدين بأري نمسك المنطقة تسمي المطقة عندما ننتقل الدليشن رح ناخد المينموم انا بتثير كمان الروت جديد و نرود نعمل دليته نمسك المينمام ثم امتلات لننمسك الدات الموجودة لندخلها بالداتا دليلة المنموم إذا بدنا نعمل ascending order للداتة أو دليلة اللي هو الماكسموم إذا نعمل ascending order للداتة وكل ما نعمل دليلة المنم نعمله insertion ب command array فشل بيصير عندنا هون نعمل عملية ترتيب للداتة الكامل مرة تانية الheap sort n log n in all cases بالbest case بالaverage case بالworst case رح يكون n log n مقارنة هون even though quick sort is o n square in the worst case مع إنو اللي quick sort is o n square in the worst case it's still a better choice than heap sort ما زالت اللي هي اللي quick sort خيار أفضل من الheap sort حتى مع إنو في حالات ممكنة توصل عندنا اللي هي الo n square السباب الheap sort is more difficult to implement السباب إنو entire data structure and its operations and require to build a tree الheap sort نفكر فيها بدنا نعمل هون بدنا نبني data structure كامل بدنا نبني data structure كامل تاع الheap مع كل الoperations الموجودة اللي هي فعليا it requires to build a tree لاحقا الheap sort من مبدأ طبعا كل بساطة إنو uses the heaps data structure to sort elements in the array requires extra array so that memory requirements are doubled or doubled خاليا هاي إنو هون كمان مشكلة تانية باللي هي الheap sort إنو data requirement الموجودة هنا عالي السبب إنو في عنده array unsorted و بعدين في عنده هي كمان array array for the heaps implementation عنده هي array عنده هي كمان array لا ممكن هون نستغنى عن هاي الarray إنو بسير عمل replacement باللي هي الarray الأصلية بس عنده هون طبعا المهم requirement مارهون doubled الردية زي ما حكيانا قبل شوي return the array of data turn the array of data into heap delete minimum and insert it into a sorted array until the heap is empty ضل نعمل delete للمنمم لحد ما تسير الheap الموجود عنا تسير فاضي each delete minimum will take o log lm كل عملية دليشن المنمم راح تاخل هي log lm times and we will delete n elements من الأرية الموجودة عنا so it will take n log lm